ما هم حرام ساعات بيكبروا بيبقوا خوفهم علينا ده بيتقلب عند تخيلوا ما حدش عارف قد ايه احساس انه تفقد امك وربنا ما يوره لنا ابدا وبعد كده ترجع تقول يا ريتك ممشيت يا ماما ولا يوم من ايامك انه اختك تحلف ان هي مش هتزورها ليه انا كنت عارف واحدة من صحابي ودايما بقولها كانت ماموتها جالها ألزهايمر حبيبتي فبتكلمها كل شوي يعني كل شوي تقفل وتتصل تقفل وتتصل وكنا عادي مع بعض تقولي نزهيت النهاردة عدى مثلا اربع خمس سنين تتمنى ان امهات تكلمها الى 24 ساعة دقيقة من الى 24 ساعة ورجع يا ماما زيني الى 24 ساعة فانا حس بيكي مقدرة موقفة جدا وعارفة انه زي ما في عقوق من الولاد لأهليهم ساعات احيانا بيبقى في عقوق من الاهل لولادهم وفيه اهل لا تستحق ان هي تربي كل ده مش مختلفين فيه بس باردو الامة ام كل التصرفات اللي مش عقبكي واجيها بالحب بالصبر اطامسي عياتي ازعالي اه قولي لها انا ما عاش عايش من غيرك انا ما فيش حاجة اسمه ما بيخش عليك الكلام ده بالكلمة الحلوة اعمليها بنيت ان انت بترضي ربنا يا رب انا هستحمل عشان خطرك لان انا مش عايزة غير ان انا بقى بارة شوف يبقى في النهاية ربنا هيكافئك ازاي سعى شوف يبقى في اثناء مجمزة ثانية ربناه غير ان انا باستخدار